الخلاص في المسيح يسوع اسمعوني يا حبائي هؤل العبارات دي بسرعة الخلاص الذي يقدم الرب يسوع المسيح والذي أكرز به لأن هذا هو إيماني كما كرز به بولس الرسول كما كرز به رسل العهد الجديد ليس هو الإنقاذ من الغضب والعقاب الأبدي مع أنه يتضمن هذا ليس هو مجرد دخول السماء لكن الخلاص في المسيح يسوع إذا حبيت الأخاص وأقول هو حالة مصالحة مع الله يدخل إليها الشخص باتحاده بيسوع المسيح فيها يحدث أمران يسترد الله الكيان الذي تشوه والغرض الذي فقد في هذه الحالة التي يدخلني إليها شخص يسوع المسيح المخلص حالة مصالحة مع الله فيها يحدث لي أمران أشفى داخليا وأكتشف الغرض خارجيا يسترد لنفسي التي تحطمت وتشوهت نفسي التي تدمرت وتلخبطت خريطتها حيث صارت إرادتها صريعة لرغبتها بدلا من أن تكون موجهة بعقل سليم يوجهه الحق تعرف من أروع الكلمات اللي ما بنفهمهاش صح في مزمور الراعي الرب رعية فلا يعوزني شيء يصل إلى هذه الكلمة الجميلة يارد نفسي قول معايا العبارة دي من فضلك يارد نفسي يعني يارد نفسي يارد نفسي يارد نفسي بيسترجع شيئا قد تشوه يسترجع شيئا قد تدمر إن الخطيئة لخبطت خريطة نفسك من الداخل التحادك والتصاقك بيسوع المسيح يدخلك في عملية شفاء عظيمة بها تسترجع نفسك تسترد نفسك لكن ليس هذا فقط ويسترد الغرض الذي من أجله قد خلقت أعود أنا كما أرادني الله وأتمم الغرض الذي خلقني من أجله الله